بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حمل كل عاقل المسئولية ما اقترفت يداه وأبلغ أنه سيحاسبه على ذلك بعد أن خيره بين النجدين وهداه وشرح لنا حال الأتباع والمتبوعين من عصاة عباده وعداه والصلاة والسلام على من حكم أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا جدال عن خائن ولا ظالم ولا فاسق وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أيها الأحباب الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من شهر رمضان المبارك نتكلم فيها من الغبن الكبير والخسارة العظيمة أن يبيع المسلم دينه بدنيا غيره أو أن يتخلى عن شرفه ومرؤته وأخلاقه من أجل مال قليل أو جاه زائل أو منصب لا يدوم وهذا ما نراه في واقعنا اليوم مع الأسف الشديد حيث يتقلب به بعضهم ولا يلام بل هو يلوم وإليهم قول الله تعالى وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنْتُمْ هَا أُولَئِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا هنا ينهان الله عز وجل أن نجادل عن الخائنين تعلم أن إنسانا خان أو ظلم أو أجرم أو انحرف ثم تذهب إلى تبرئته وتزين فعله وترد عنه وتحاول أن تقنع الناس بأن باطله حق وانحرافه استقامة وخبث نفسه وسوء عمله حق وصواب وخبث خير أو أن تجالسه وتواكله وتعينه على معصيته وتزوره وتؤيده ينهاك الله عن ذلك أيًا كان ذلك الخائن وفي أي موقع كان ومهما ظننت أنك ستجد من مصلحة من ورائه فإن المصلحة هي الوقوف مع الحق وإن مصلحة الوقوف مع الحق أعظم من كل مصلحة ورذيلة الوقوف مع الباطل وتزينه لا تساويها خسارة ولا مفسدة ثم بيّن سبحانه وتعالى حقيقة الأمر وقبح تصرف هؤلاء وحمقهم حيث إنهم إذا استطاعوا أن يستخفوا من الناس فيزيف الحقائق عليهم ويتظاهروا أنهم لم يقترفوا إثماً ولم يتآمروا على أحد وما أكثرهم اليوم وهم بذلك يظنون أنهم ينجون ويصبحون أمام الناس أولياء لله نعم نعم أيها الأحباب قد تتزيف الحقائق على الناس ولكنها لا تتزيف على الله وسوف يفضحهم الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد كذلك يخاطب الله أولئك المجادلين بالباطل عن أهل الباطل عن الخائنين والظالمين والمعتدين بأي صورة من الجدال سواء بمقالة في صحيفة أو ببرنامج وتحليل في تلفاز أو ببيان أو حديث في مجلس يخاطبهم رب العالمين فيقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا استطعتم أن تخدعوا ضعاف العقول وأن تقلبوا الحقائق على الجهال فصدقوكم واقتنعوا بأن الباطل حق والمجرم هو المصلح فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا جاءوا وقد كتبت جميع أعمالهم وألفاظهم وتصرفاتهم بل وكتب الله غدراتهم وفجراتهم من الذي يجادل الله عنهم يوم القيامة أتأتون أنتم ثم مع هذا من عظيم كرمه وجوده سبحانه يفتح الله باب الأمل لمن يريد أن يرجع ويتوب إليه وخاصة نحن في رمضان فيقول سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فمن ناصر ظالما ومن حالف فاجرا ومن أعانى مجرما جميعا إن الله يدعوكم أن تتوبوا وتستغفروا وترجعوا إليه فقال ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن لمن خان مسلما أو معاهدا في نفسه أو ماله خصيما تخاصم عنه وتدفع عنه من طالبه بحقه الذي خان فيه ظهيرا معينا له ومن صور المظاهرة والإعانة المحرمة التي نختم بها هذه الحلقة أولا شهادة الزور المثبت للباطل أو المانع من حق ثانيا التعاضد مع الأحلاف ولو كانوا ظلمة ثالثا المحامات عن اللصوص والقتلة والمعتدين رابعا الإشادة بالمجرمين والفاسدين كلاما أو تأليفا أو خطابا أو إعلاما خامسا السكوت عن السرقة والناهبين لمشاركتهم في القسمة وأخيرا إيجاد الذرائع للمجرم لكي يفعل ما يريد وإلى هنا ننتهي من هذه الحلقة وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته